نهذا وزير المالية محمد معيد في مؤتمر اليورو ماني قال تصريح في غاية الأهمية والخطورة ويجب أن نقف عنده ونربطه بمؤشرات مؤسسة مودلز الدولية اللي قالت أن الاقتصاد المصر تحول من مستقر إلى إيجابي وتكلمنا في حينه عن أثر ودلالة هذا التحول محمد معيد قال أن مصر هتحقق نموا اقتصاديا خلال هذا العام يصل إلى 6% وقال أصبحنا أكثر جذبا للاستثمارات والكلام ده قاله النهاردة فيه مؤتمر اليورو ماني قال نعمل على تزليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي عدم الازدواج الضريبي ليصبح أكثر سهولة وأقل إعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص الوزير قال أن تحديث المستمر للنظام الجمركي من خلال اعتماد قليل شباك الواحد بالتوازي أو مع تحديث ورقمنة النظام الضريبي خلال هذا العام وأنا بقول لمحمد معيد وزير مالية بنثق تماما في قراءتك وفي أرقامك ونتمنى أنه يكون في تواصل دائم مع المواطن أن 6% دي بتعكس إيه؟ جاي منين ورايح أفين؟ 6% معدل نمو في البلد إحنا قلنا إيه قبل كده؟ عايزين ناصل إلى كان في المية؟ 11 و12 إحنا كان عندي معدل نمو ووصل إلى بالمينس قالت مصانع بتقفل في 2011 2000 ما أصنع قفله ما أغنش فيه طاقة وغيره وغيره ما أغنش فيه أمن دلوقتي عندي معدل النمو وصل إلى 5 و3 من 10 بأيقول محمد معيد هنوصل إلى 6% 6% خلال هذا العام عايزين نوصل إلى 11% لكن بفكركم بحاجة أنه القوى الدولية قوى الشر الدولية اللي محددة لمصر أن هي ما تقلش عن 4% معدل نمو ولا تزيد عن 8% عندما نصل إلى 8% أنا بنبئكم وبرهنكم وبقول سيتم وضع عقبات أمام مصر إحنا النهاردة 5 و3 من 10% معدل النمو هنصل إلى زي بقول الدكتور وزير المالية هنصل إلى 6% السنة يعني إن شاء الله السنة جاءت 19 يبقى 7% سنة 20 يبقى 8% أول ما نوصل أو أول ما نقرب من 8% أنبئكم دي أحكام دي معادلات دي قرارات دي أجهزة استخبارات إن مصر الدولة دي ما تزدش معدل النمو فيها عن 8% ليه؟ لأنها تبقى خطر على الإقليم والمنطقة والعالم مين اللي بيقول أهل الشر الكبار اللي إحنا مش شايفينهم بس إحنا بنقول هذا الكلام مرصود ومعلوم ومعروف إنه عندما تقترب مصر من معدل نمو يقارب أو يصل من 8% هنا الخطر ويجب أن يتم إرباك الدولة مرة أخرى ادخالها في ثورة ادخالها في حرب ادخالها في فتنة طائفية في كل الأحوال مش عايز الناس وأنا كمان بكلم نفسي وإياكم ننسى معادلة 4-8 هو مش عايز ننزل عن 4 عشان ما اشحج عشان ما هجرش عشان ما بقاش لاجئ عشان البلد ما تقعش وفي نفس الوقت مش عايز نزيد عن 8% عشان يخاف مني ومن خوتي وما تجربة محمد علي عنكم وغميعا ببعيد